فيلمنا بيبدأ مع أحداث حقيقية ما بين الستينات وتمانينات القرن الماضي وقت ما الألاف من الأطفال النيجيريين أهلهم ودهم للرعاية وتم تسلمهم بعدها العائلات من الطبقة العاملة البيضاء في المملكة المتحدة والنظام ده تعرف وقتها باسم نظام الزراعة وبنشوف عيلة نيجيرية في بريطانيا سنة 1967 وهم رايحين لبيت عيلة بريطانيا وبيدهم فلوس مقابل إنهم ياخدوا بنهم يربوه ويعلموه عشان يعيش كويس ويتعلم تعليم كويس وبتعدي 8 سنين وبيكبر الطفل وبنعرف إن اسمه إني وإن العيلة اللي هو عيش معه دلوقتي واخدين أطفال كتير زيه وبيسمع أنجرد الأم اللي متبنياه هي بتتكلم عليه لصحابه وبتقولهم إنه غبي ومش مفيد وفاكر نفسه حصا من بالأطفال اللي بتربيهم وبعدها بتاخده وبيخرجه سوا وبنكتشف إنها بتعلم إن السرقة وبتخليه يدخل محل الدهب ويسرق منه سلسلة وأول ما الأمن بيشوفه بتمسك إني وبتزعقله وبتعتذر للأمن على اللي هو عمله وبتكذب وبتقوله إنها بتحاول تخليه بطل عادة السرقة لإنه بيكسفها في أي مكان بتروحه وتاني يوم بيزور اتنين من موظفين الرعاية بيت أنجرد عشان يتطمنوا على صحة الأطفال اللي بترعوهم ويعرفوا إذا كانت بتتواصل مع أهليهم ولا لا فبتقولهم أنجرد إنها محتاجة للمساعدة عشان مش قادرة على مصاريف الأطفال لوحدها فبتعرف واحدة من الموظفين إن الحكومة هتبدأ ترحلهم فبتتعصب أنجرد وبتقولها إن الأطفال دولت ولدوا في بريطانيا وإده معنى إنهم بريطانيين ومش من حق الحكومة ترحلهم فبترد عليها الموظفة وبتعرفها إن ده غصبا عنهم لإن الميزانية بقت كبيرة عالدولة وبعدها بتلاقي أنجرد إن يدخل عليها وجايب لها سلسلة دهب وبيحضنها وبيدهلها لكنها بتبعدوا عنها وبيبانى عليها إنها مش بتحبوا وبعد شوية بيشوف إن السلسلة فرق بالطفلة من لون بشرته الصمرة وبيخلوا الكلب اللي معهم يجري عليه ويعواره ولما بتعرف أنجرد باللي حصل بتكون متعصبة جدا وبتطلب من جوزها جاك يروح يقتل الكلب ويخاوف المتشاردين اللي عملوا كده لكن جاك ساعتها بيمسك إن وبيخرجوا برا البيت عشان يطلع ياخد حقه بيده ويدرابهم ويعقبهم على اللي عمله فيه وبعدها في فترة بيخرج إن ومع أخوته في التبني عشان يشوفه قسقزح بعد المطر وبيقف إن قدام بركة مية ظاهر عليها ألوان قسقزح وبيتمنى إنه يرجع لبيته الأصلي وأول ما بيرجع للبيت بيلاقوا قدامه وبوافمي ومامته مندي وبيعرف إنهم جايين يخدوه معهم لنيجيريا هو واتنين من إخوته بالتبني ولما بيوصل إن لنيجيريا بيكون مصدوم جدا لإن البلد والناس مختلفين تماما عن بريطانيا وبيحاول بباساقتا ويخليها اندمج مع عادتهم وتقالدهم لإنه مددى إنه مصدومه مش حابب المكان الوفيه وخصوصا الجد ألاجي اللي كان رفض تماما فكرة إنه حفيده يتربى في بلد مختلف عنهم فبيقرروا أن يعمل إني تقوص نيجيريا خاصة عشان يبقى واحد منهم وزيهم وبتكون التقوص معتمد على الشك بالقبر في الجسم لحد ما ينزل دم وبعدها بيعمل فيمي حفلة استقبال كبيرة لابنه وبيتباحوا الجدي قدام إني ومنخوفوا بيغم عليه وبعدها بيروح إني للمدرسة وبيكون المدرس شديد جدا وبيعاقب إني عشان سأله على اسمه وما ردش عليه وبيلاحظ المدرس إن إني رفض الكلام فبيقوله بيحذره إنه لو ما تكلمش هيعاقبه وعقبش يديد جدا فجاء إني في اللحظة دي بيشد العصاية من المدرس وبيضربه وده بيخلي بابا يقرر يرجعه تاني لبريطانيا عند نفس الإيلة لربطه وده بيخلي مامة إني حزينة جدا ورفض الفكرة لكن فيمي بيقناع عن ده الصح واللي لازم يحصل وده لإني إني من يوم ما رجع معهم وهو ساكت ومش بيتكلم وبقى عنيف وما فيش مدرسة راضية تقباله وكده مستقبله عيدية والأحسد ليه إنه يرجع بريطانيا تاني ولما بيرجع إني لأنجريد في بريطانيا بتكون قاعدة مع صحابها لين وبولا وبيستغربوا جدا من العلامات اللي في جسم إني بسبب التقوص وبتفكر أنجريد إنها تبلغ الشرطة عن اللي حصل لإنها خايفة للرعاية والمدرسة يتهموها أنها بتأذي الأطفال وخصوصا إن أهله بلغوها أنه فقد النطق ومش بيتكلم بقاله ستة شهور من ساعة ما أخدوه وساعتها لين بتتريع على إني وعلى لون بشرته وبتضحك هي وأنجريد وبول عليه فبيفضل إني يبص على أديه وعلى لون بشرته ومستغرب ليه لون بشرته سودة فبيجري على الحمام وبيفضل يدعى الجسمه ووشه بالصابون عشان يفتح بشرته ولما بيلاقي مفيش فائدة ولون بشرته زي ما هو بيتعصب جدا وبيكسر المراية وبيلاقي ساعتها بود رواء على الأرض فبيقرر يحطها على وشه عشان يخلي بشرته بيضى ويبقى بيض زيهم لكن كل الأطفال اللي بيشوف في المدرسة بيتحكوا عليه وبيسخروا منه وبيفضل يتخاني معهم عشان بيتريعوا عليه وبتعد السنين وبيكبر إني وهو لسه بيعاني من تنمر الناس عليه ومن سخرية زميله في المدرسة على نون بشرته وفي الفصل بنلاحز إن الموضوع ده مأثر جدا على إني درجة إنه بيتريع على مدرسه الصمرة وبيدخل زميله في الصراع معه وبيضربوه لكن إني بيقدر يضربهم كلهم بعنف جديد وبيجي ساعتها المدير وبيمسك إني ومتعصب منه جدا وبيعرفوا إنه يفصلوا من المدرسة المدتشة ولما بيخرج إني من المدرسة بيشوف مجموعة من البلطة جاية وبيكونوا قاعدين بيشربوا سجاير وخمرة في الشارع وبيتعاملوا مع الزبط اللي بيجي يبص عليهم بكل جراءة وبيلاحظ إنهم مش بيخافوا من أي حاجة وفي الوقت ده بتكون أنجريد حزينة وبتعاير بسبب الطفلة مدام اللي كانت بتربيها وجم أهلها أخدوها وده لإنها كانت متعلقة بها جدا وبتحبها فبتحاول هلدة صاحبتها تهديها وبتفكرها إنها مجرد مربية ومش الأم الحياة للأطفال وطبيعي ييجي وقت وأهلهم يرجعوا ياخدوهم منها فبتقولها أنجريد إنها ما كانتش بتحب في كل الأطفال اللي عندها إلا مدامه بس لإن الباقي أغبية ومنهمش لازمة وساعتها بيوصل إني وبيسمعها فبتقوله أنجريد إنها كانت بتتمنى أنهم ياخدوه هو وتخلص منه من مشاكله وخناقته كل يوم وتاني يوم بتشوف بادو إني من مراية عربيتها وواف وراها فبتنزل تتكلم معاه وبتطلب منه يركب معاه عشان يتكلمه سوا وبتسأله عن سبب تريقته عليها وعلى لون بشرتها الصمرة فبيقولها لإن دي الحقيقة وإن لون بشرتهم حاجة لازم الكل يتريع عليها فبتفهم بادو وقتها أن إني بيعاني نفسيا بسبب التنمر فبتسأله إذا كان لي أحلام وبيتمنى يكون فين لما يجبر فبيقولها أنه بيحب رسمه ونفسه يكون رسام وفجأة بيسابها وبينزل من العربية وبيروح يقعد في الجنينة عشان يرسم وفي الوقت ده بيجي معالي البلطجية وبيضربوه عشان قاعد في المنطقة بتاعتهم وبيجردو من هدومه كلها وبيجي ليف زعامهم عشان يرش على إني بخاخ باللون الأبيض وبيوقفوا على الحيطة وبيكتب جنبه أن بريطانيا لازم تفضل بيضة وما يكونش فيها أي شخص قسوة تاني وتاني بيشوف إني ليف وعصابته قدام المدرسة وبيروح لهم وهو منهار ومتعصب جدا وبيزعلهم وبيشتمهم وبيكون معاشا كوش وعايز يضربهم به فبيقرب منه ليف عشان يخوفه ويهدده وبيضربه تاني وبيخنقه وبيكبره يقول على نفسه أنه زنجي عشان يسيبه فبيضطر إني يسمع كلامه وينفذ اللي ليف بيطلبه وبتكون ساعتها ده بوقفة بتتفرج على اللي بيحصل هيهم مجموعة من الطلبة وبتدائق جدا عشان إني واللي بيحصل له ومن بعدها بيفضل إني يتابع ليف وعصابته وبيمشي وراهم وفيهم بيهجموا على مكتب بريد وبيسرقوا الفلوس اللي فيه وبيتهجموا على الموظفين وبيكون إني الساعة تواف بعيد وشاف كل اللي بيحصل ولما بيوصل الضابط عشان يقبض عليهم فجأة بيهجم عليه إني وبيضربه بطوبة على دماغه عشان يخلي ليف وعصابته يحسوا أنه ممكن يكون واحد منهم ويساعدهم فبياخدوا ليف معه وبيخلي واحد من رجالته ويجيب له خنزير وبيأمر إني أن يدبح الخنزير فبينفذ إني كلامه وخاف جدا ومنهار لأنه بيخاف من الدمه وما بيحبش يشوفه لكنه بيشجع نفسه وبيفضل سابت عشان يثبت ليف انه قوي وفي الوقت ده بتروح دابو لبيت أنجريد عشان تتكلم معه بخصوص إني وبتعرفها أنه انفصل من المدرسة شهر ولما انتهت المدة ما رجعش تاني للمدرسة وبتحكي لها عن البلطاجية اللي بيدربه بعنف جديد فبترد عليها أنجريد بكل برودو وبتقول لها أن إني بيعرف يتصرف ومتعود على المدايقات لكن دابو بتفاهمها أن اللي بيحصل مع إني شيء سيء جدا ولازم يساعدوه فبتقرر أنجريد أنها تنهي كلامها وبتقول لها أنها مش فاضية لمشاكل إني وبعدها بنشوف أن إني بقى واحد من العصابة وبيحلق شعره زيهم وبيقلت كل التصرفات اللي بيعملوها وفي يوم بيروح إني لبهدو وبيكون معاليف وعصابته وبيتهجموا عليها وبيخوفوها وبتفضل بهدو تسرخ وإخايفها ومرعوبة وبتطلب من إني إنه يساعدها لكنه بيفضل وقف يتفرج عليها وما بيدخلش وبالليل بتكون أنجريد خارجة مع صحابها ووقتها بتشوف إني مع العصابة وبتعرف إنه بقى واحد منهم فبتتصدم وبتمشيها وصحابها من طريق تاني عشان إني ما يشوفهاش والتاني يوم بتدخل أنجريد على إني قدته وبتتخانق معه عشان عارفت إنه نفصل من المدرسة وما قالهاش وبعد ما الفصل انتهى مرجعش تاني للمدرسة لكن إني ساعتها بيتجهلها ومش بيرد عليها فبتحذروا أنجريد إنه يتسبب لها في أي مشاكل خصوصا بعد ما بقى واحد من بلطاقية الشوارع فبيسيبها إني وبيمشي وبيرجع للعصابة تاني ولما بيشوف بنت سامرة مشى في الشارع مع أصحابها بيتهجم عليها وبيخوفها وبيروح بعدها للبار مع ليه في عصابته وبيقعد معاهم وفي الوقت ده بيجي رئيس عصابة تانية وبيتكلم مع ليه بسبب إنه ضم العصابته إني الأصمر وفجأة بيسمع إني بيتكلم وبيشتم أصحاب البشرة السامرة وبيمضح في أصحاب البشرة البيضة بيستغرب جدا من اللي إني بيعمله وبعدها بتروح حبيبة ليه في إني وبتتكلم معاك وبتكون مستغربة منه لأنه بقى واحد من العصابة وهو عارف إنهم بيكرهوا بسبب شكله ولون بشرته المختلف وبتعرفوا إنها حاسة إنه إنسان كويس ويكون حاجة مهمة وبتقرب منه وقتها وبتبوسوا لكن إني بيزقها وبيبعدها بعيد عنه وشوية وبيهجي مع البار بلطاجية تانيين وبيحصل خناقة كبيرة بين الكل وفجأة حد بيرمي ملوطف في المكان فبيمسكوا إني وبيرمي على واحد من اللي هجموا عليهم وبيحرقوا وبيدخلوا كلهم الحبس وبييجي الزابط يخرجهم كلهم معادة إني وبتوصل بعدها أنجرد وبتخرجوا وقتها الزابط بيشتمها عشان بتربي السود وبيبينوا عنصريته لها والإني وتاني يوم بيروح ليف ورجالته لبيت أنجرد وبيندهوا على إني عشان يخرجوا لهم ويمشي معاهم لكن أنجرد ساعتها بتطلع لهم وبتزع لهم وبتطلب منهم يمشي من قدام بيتها لأن إني مش هيخرج لهم ولا يمشي معهم تاني لكنها بتتفاجئ أن إني لبسه أخرج وقرر أنه يرجع لليف والعصابة من تاني فبتتعصد جدا وبتقوله أنه مش هترجعه لبيدة تاني أبدا وبيهرجع إني لإخناقته من تاني مع ليف والعصابة ووقتها ليف بيسيب أعداءه يضربه إني ومش بيساعده وبالليل بيروح إني لليف البهر وبيتخاني معه منهار بسبب أنه يسابه يضرب الواحدة ومشي بيقوله ليف إنه حسالة ومالوش لازمة وفي اللحظة دي بيه يجم إني على ليف وبيضربه ولما بيحاول ليف إنه يطعن إني بالسكينة بياخد إني منه السكينة وبيقتلوا بيها وبيروح يخد التعبان بتاعه وبيحط على رقابته وبيوقف الكل مصدوم اللي حصل وبعدها بيرجع إني لبيت أنجرد اللي أول ما بتشوفه بتبلغ الشرطة عشان يقبضوا عليه وفعلا بتاخده الشرطة إني وبيرموه في الحبس وبعد شوية بيوصل فيمه وموندهي أهل إني لحيين لإسم الشرطة ومعهم أنجرد وجاك جزهة وبتتصدم مندهي من شكل ابنها وبتتهم أنجرد إنها السبب اللي حصل له وساعتها بيقعد إني يشتم في أصحاب البشر الصمرة وبيتكلم عنهم وحش وبيضرب الزباط اللي في الإسم كلهم وبيهرب وبيحاولون ينتحر عشان يتخلص من عذابه وبيجهز الحبل اللي هيشنق بي نفسه لكن الحبل بيطقطع ومش بيموت وبتوصل الشرطة لمكانها وبيقبضوا عليه وبيدخل بعدها إني الإصلاحية وبيكتشف إن المدرسة بتاعته دابه بتشتغل فيها وبتدرس للحالات اللي زيه عشان تعيد تأهلهم من تاني الأفضل وبتعرف إني إن بابا دفع له كل المصاريف اللازمة والكتب وكل حاجة يحتاجها تتوفر له وبتطمنه إنها هتفضل جنبه هتساعده يكون أحسن وبتحكي له إنها مرت في يوم الأيام باللي هو مر به وعانت من العنصرية الوقت طويل لكنها اختارت الطريق الصح وبتعرفه إنها بتسق فيه وعارفة إن هو كمان هيختار الطريق الصح وبتديه الألم في إيديه عشان يبدأ من أول وجديد لكن فجأة إني بينهاره بيعاية وبيقوله إنه مستحلي بقى إنسان كويس طول ما هو أصمر وزنجي فبتحضنه ومضابه وبتطمنه إنها أجنبه وبيبدأ إني واحدة واحدة يذكر ويكتهي لكن أوقات كانت ذكرياته بتغلبه وبتخليه حس بالإحباط واليأس وبيفضل يكتب كل مشاعره أحسيسه في ورق وبيلزاو على الحيطة وبعد ثلاث سنين بنشوف إني وبيتخرج من كلية الحقوق في جامعة لندن ومع ماجستير وعلاقته مع بابا ومامته وبقت قوية وتصلح حتى أنجريد علاقته معها بقت كويسة وحست أنجريد بالحب ناحية إني وفضلت على اتصاله وتواصل به وفي سنة 2017 أخد إني درجة الدكتورة الفخرية في الأدب من الأميرة إن في جامعة لندن ويتحول من شخص باقس كره لنفسه وشكله حياته لشخص فخور بنفسه والكل بيتمنى ينجح زيه الفيديو ده كتبته ألاء غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكارتون سلام